ذاهبا إلى صندوق الاختراع لاختيار ممثليه في مجلس المحافظة القادم حاملا معه أملا وطموحا عجز عن تحقيقه هذا هو حال المواطن الأنباري بعد سنين من المعانات ما زال ينتظر عسى أن يكون المجلس المرتقب قادرا على حل حالة بعض من ملفاته المؤجلة نحن الانتخاب مجالس المحافظات هي نقص الخدمات الموجودة بالمحافظات التي نحن بها والمحافظات بحاجة إلى خدمات وبحاجة إلى مشاريع وبحاجة إلى فتح فرص عمل لتشغيل الأيد العامل الموجودة بالمحافظة نحن الانتخاب حتى نغير حالنا حال هذه الشباب أغلبية الشباب بطالة ولا عمل ولا راتب ولا شيء وأنا واحد من الناس عندي معامة مصاببة منها فيهم سبعة والله وعنده ضربات برجلي سوية والحد هذه اللحظة ما تمشي الناس هاي من راهد انتخبت مجلس المحافظات دور خدمة دور الشعب دور بشر يخدمه لاحسن مو بالوضع هاي التعبان هاي السيء مراقبون من جهتهم أكدوا أن مجلس المحافظة الجديد لن يختلف كثيرا عن سابقيه سيما مع وجود مناكفات ومحاصصة من قبل الأحزاب المتنافسة آملين أن ينتفضوا أعضاء المجلس لانتشال المواطن من واقعه المرير أغلب المواطنين الذي خرجوا للانتخابات رغم عدم قناعتهم بمجالس المحافظات إلا أنه خرجت على مضض على أمل أن يكون هناك إصلاح لواقع الحال لكن على ما يبدو بعد إعلان النتائج إلى أنه نلاحظ أنه ظفرت بها الأحزاب السلطوية المتنفذة والآن بدأت المحاصصة الطائفية مرة أخرى نأمل أن يكون هناك ردة فعل من قبل أعضاء مجلس المحافظات بضرورة الإصلاح وأن يكون هناك نصب عينهم مصالح المواطنين ينتظر مجلس المحافظة المرتقب تركة ثقيلة قد تضعه بين مطرقة الأحزاب المتصارعة وسندان المواطن الذي ذهب إلى صناديق الاغتراع ليضع ثقته وآماله في مرشحيه الذين رفعوا شعارات براقة ما زالت على الورق وينتظر أن تتحول إلى واقع عملي بأسرع وقت ممكن التعويضات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد من أبرز الملفات التي دفعت المواطن للذهاب إلى صناديق الاغتراع فهل يتمكن مجلس المحافظة القادم من تحقيقها؟ من الأنبار سعد الحاج قناة زاكروس